الله يحييكم جميعاً يومين إن شاء الله تفصلنا على الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة المنديال كأس العالم الأخضر السعودي سيلتقي يوم الخميس المقبل المنتخب الأسترالي في سيدني ضمن ختام الدور الأول من هذه التصفيات المواجهة ستقام في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق بالتوقيت السعودية الصين في ذات اليوم يواجه المنتخب العماني وكوريا الجنوبية مع الإمارات لبنان يواجه المنتخب الإيراني فيتنام مع المنتخب الياباني والعراق يواجه المنتخب السوري لحسابات المجموعة الأولى ترتيب المجموعة الثانية يتصدرها الأخضر بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيها المنتخب الأسترالي السعودية في الصدارة بـ 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مواجهات أستراليا في المركز الثاني بـ 9 نقاط ثم عمان 6 نقاط اليابان 6 نقاط في المركز الرابع والمركز قبل الأخير للصين بـ 3 نقاط وصفر من النقاط عن صاحب المركز الأخير المنتخب الفيتنامي اليوم الأخضر السعودي واصل تدريباته في المعسكر الذي يقام حاليا في مدينة سدن الأسترالية ويستعد لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم الخميس وأجرى اللاعب الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب فالنتاين سبورتس بارك تحت إشراف المدرب رينارد وغدا سيكون ختام استعدادات الأخضر بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على استاد المباراة له استاد كوبنباك وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام فقط لأول ربع ساعة بعدما كان معلن أنه سيكون مقلق لجميع وسائل الإعلام إذن هيرفين يرنالد يفتح التدريبات في أول ربع ساعة وهو التدريب الأخير استعداداً للمواجهة المرتقبة مع المنتخب الأسترالي بالمناسبة كانت تدريبات اليوم التي أجريت للمنتخب السعودي كان فيها جزء منها مخصص للتدرب على الأرضية المبتلة واستخدام الله يكرمكم الحذيان الخاصة لهذه المباريات بحيث أنه يتعود اللاعب على مثل هذه الأجواء في حال إذا كان أو كانت يوم المباراة أو شهدت يوم المباراة أجواء ماطرة وهذا ممكن لغير متعود عليه اللاعب السعودي في السنوات الماضية